مرحبا اليوم رحكي لكم استعداد الانتحانات النهائية يلا نبدأ اول اشي رح نبدأ فيه هو دعاء الدعاء هو رب يشرح لي صدري ويستر لي امري انا بحكيه قبل ما نبدأ بالدراسة وكمان برطة قبل ما نبدأ بالاختبار المهم تاني اشي وضع جدول طبع زي ما شوفوا هذا الجدول انا عملته هذا بسهل علي الدراسة واختصار لكل المواد ثالثا لازم نعرض للدراسة بمكان هادئ ومريح وضعه جيد رابعا استخدام اوراق مراجعة سواء كانت الكترونية او ورقية خامسا لازم نتناول وجبات صحية ومفيدة ونشرب ماء بكمية كافية سالثا لازم ننبكير عشان نقدر نركز بوقت الاختبارة سابعا المراجعة وقت صلاة الفجر يعني قبل ما نروح المدرسة لازم نراجع وأنا واحدة من الناس اللي براجعوا على المراجعة واكتروا سمفت عليها وهنا نحكي لكم الاشياء المنوعة تتوها وخلال فترة الانتحنات اول اشي عدم الصهار ثانيا عدم شرب الشاي او قهوة بكميات كبيرة ثالثا عدم استخدام الاجهزة الالكترونية خلال فترة الانتحنات بفترات طويلة وبسرح لكم الفيديو اليوم لا تسترناكش ونسبسكرايب وبتمنى اني ولكم النجاح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة